كيف يمكن للكاتب في التاريخ حتى التاريخ القديم حتى لو يمكننا التاريخ الإسلامي والعربي مش بس التاريخ الحديث يمكن أن يعني يجمع أدوات بحثه في وقع ضيق إلى هذا الحد إذاء الرواية التاريخية دي أشكلية كبيرة جدا طبعا وأتصور أن مهمة أي رواقي يكتب رواية ذات خلفية تاريخية هي مهمة ومضاعفة هو بيكتب أدب ويبني شخصيات ويخلق عوالم درامية لكن في نفس الوقت هو محتاج قوة دفع وطاقات تدفع لهذه الكتابة وهي مرحلة البحث البحث التاريخي الدقيق والمهم جدا أنا أتصور أن قبل حتى شروع في الكتابة أنا لا أستطيع أن أكتب مثلا عن ثورة 23 يوريو حضرتك لك تجربة رائضة ومهمة في هذا الصدق دون أن أقرأ كل ما كتب من شهادات وتصورات متفق مع أو مختلف بالمناسبة عن ثورة يوريو كحدث عام وكشخصيات مصورة من وجهات نظر مختلفة ومن زوايا يعني متنوعة فأنا أتصور أن المهمة تكون مضاعفة جدا جدا لكن أنا مع معيار أن حرية المبدأ في النهاية في تغيير أو افتراض بعض التصورات الخيالية لمشاهد أو لكن دون مساس بجوهر الحدث يعني ما ينفعش أطعر في رواية مثلا أفترض أن ثورة يوليو حدثت في يوليو سنة 54 أنا غيرت الحدث الحاكم عندي لكن أنا عندي مطلق الحرية أن أصور كل شخص من الزوية التي يعني أراها أو أتخيلها وإنت بتجد المادة لتسمح لك وإحنا حتى منتكلم عن علمة الدكتاتور بتجد المادة التاريخية لتسمح لك بالبنى ده يعني يعني إلى حد كبير المادة يعني من يعمل طبعا أو من سبق يعني أن يعمل في البحث التاريخي يجد الأمر أسهل كثيرا أنه يطلع على صحف يعني في ذلك الزمن يطلع على وطائق على شهادات على كتب يستمع أو يشاهد مثلا يشاهد أفلام في نفس التواريخ حتى يتعرف على لغة البشر اليومية المعتادة في مثل الظروف يعني يعني أتصور هناك طبعا أدوات عديدة جدا لو استخدمت بشكل جيد يعني تضع لديه القاعدة الأساسية التي من خلالها يستطيع أن ينطلق ليبدأ تخيلا بقى تخيلا يعني يعني فيش قدر من المخادعة في الرواية لما أقول للناس دي رواية تاريخية وهي يعني مبنية على التاريخ إنما مش بالضرورة كل ما يذكر فيها تاريخا يعني أنا أعتقد أن أنا مدام يعني كتبت على أو كتبت على هذا الكتاب كلمة رواية فأنا عاملت الرواية إن خلعت من أي حساب يخص البحث العلمي أو البحث التاريخي أو حتى يعني البحث الديني يعني أنت لو تستطيع أن تحمل آراء وأفكار شخص ملحد داخل الرواية شخصية المؤلف أبدا يعني بستعارف أنا عندي دايما شكوى من متلازمة صلاح الدين بالنسبة لي طبعا متلازمة فيلم صلاح الدين الناس بتتعامل مع الفيلم باعتباره حقيقة تاريخية فعشان كده كل ما تصدى العمل تاريخي بيحاول أبزل مجهود فوق الطاقة إنه يبقى ملتزم تاريخيا لكن خلينا أسألك هنا إمتى يا سيد مصطفى بتقرر إن دي رواية وإن ده كتاب لأنه إحنا عندنا مثلا مذكرات طومس راسل الحاكم البوليسي لمصر أو الحكمدار بوليس مصر قررت إنه سيرته تترجمها وتقدمها كثيرا ثم عندنا برضو جسوس في الكعبة أو في مكة في الكعبة رواية رواية تحقي سيرة برخارت وإنت ملتزم تقريبا بأنها نص تاريخي إمتى تقول إن دي رواية هعمل دي رواية وهعمل ده كتاب تاريخي ده سؤال مهم جدا يعني أنا أتصور إن الطريقين متجاورين لكن الطريق الخاص بالرواية هو طريق لطرح الأسئلة أنا ليس لدي إجابات يقينية أنا لا أدري يقينا إن كانت ما فعلته ابنة الدكتاتور صواب مطلق أو خطأ مطلق أو يحتمل الصواب يعني مرجح صواب أو مرجح خطأ عندما يكون لديك تساؤلات وأسئلة مفتوحة ويعني إجابتها تبدو متنوعة ومختلفة من شخص إلى آخر فالنص يحتمل أن يكون رواية عندما يكون لدي قناعات وإجابات على أسئلة أستطيع أن أقدم عملا بحثيا علميا